بيبدأ الفيلم بفليب وصاحبه توم وهم قاعدين في كفيف روما ووقتها فيليب بيقول لتوم انه حاسس بالملل لانه ما يعرفش حد في روما غير صاحبه فريدي فبيوري له توم كروت معايدة وساعتها فيليب بيقول له مش معقول انت ماضي الكروت باسمي وقدرت انك تقرب جدا من شكل الامضة بتاعتي فبيقول لتوم انه بيتدرب عليها بقاله فترة علشان يمديره على ورق الشغل اللي هو مش عايز يقرأه بعدها فيليب بيقول لتوم انا كان لازم اقول لخطبتي مارج اننا هنتفسح لوحدنا في روما فبيقول له توم لو كنت قلت لها انك نتيجي روما علشان تتفسح ما كانتش هترضى تخليك تخرج وهنا فيليب بيشوف صاحبه فريدي فبيروح يسلم عليه ولما فريدي بيشوف توم معاه بيقول لفليب انا ما بحبش صاحبك ده فبيقول له فيليب ان توم شاطر جدا وبيقدر يعمل اي حاجة لدرجة انه بيقدر يقل التوقيعي وهنا توم بيروح لهم وبيسلم على فريدي وبيقول لفليب انا هروح اشتري كتاب لكاتب مارج المفضل علشان تصالحها بيه لما نرجع وبيسيبهم وبيمشي ففريدي بيقول لفليب انت ايه اللي عجبك في توم فبيقول له انا بقالي خمس سنين ما شفتهوش وعرفت ان ابوي اجر توم علشان يقنعني اني ارجع لسان فرانسيسكو ووعده انه هيديله خمس تلاف دولار لو قدر يخليني ارجع معاه وهنا توم بيرجع بالكتاب ففريدي بيقول لفليب انه لازم يمشي وانه هيقابلوا الاسبوع الجاي في مدينة تورمينة وفي نفس اليوم بالليل توم وفليب بيتمشوا في شوارع روما وبيقابلوا واحد كفيف فبيشتري منه فليب عصايته ولما بيشوف بنت جميلة في الشارع بيمثل انه كفيف علشان تساعده يعدي الطريق وفعلا بتساعده وبيركبوا العربية الحنطور مع بعض وبيلفوا بيها في شوارع روما وساعتها البنت بتكتشف ان فليب مش كفيف فبتعرض عليه تشتري منه العصاية لان لونها مميز فبيوافق ولما بتسيبهم وبتنزل من العربية توم بيلاقي فردة الحلقة بتاعها في العربية فبياخدها وقتاني يوم هم الاتنين بيرجعوا التورمينة بالقارب وبيروحوا البيت مارج واساعتها مارج بتتعصب على فليب لانه راح روما من غير ما يقول لها لكنه بيقدر ان هو يهديها وبيخرج توم وبيروح للقوضة التانية وهناك بيلاقي لبس فليب فبيلبسه وبيسرح شعره زيه وبيقف قدام المراية وبيتخيل انه بيكلم مارج وبيقول لها انا بحبك وماقدرش عيش من غيرك وهنا بيتفاجئ ان فليب واقف وراه ووقتها فليب بيتعصب عليه وبيقول له اقلع هدومي فبينفس توم اللي طلبه منه وبعد كده فليب بياخده معاه وبيروحه للبنك ووقتها فليب بيحول مبلغ كبير من الدولار الامريكي للعملة المستخدمة في روما وقتاني يوم بيروح توم يركب اليخت مع فليب ومارج ولما اليخت بيتحرك فليب بيطلب من توم انه يتحكم في شراع اليخت فتوم بيقول له انه ما بيعرفش فبيروح فليب هو اللي يعد لاتجاه الشراع وفي الوقت ده مارج بتنازع عليهم وبتقول لهم ان الاكل جاهز فبينزلوا للكبينة وبياكلوا كلهم مع بعض ووقتها توم بيقول لفليب ان الرحلة دي بتفكروا بعيد ميلاده الخمستاشر وبيقول لمارج انه كان هيغرق لولا ان فليب انقص حياته وتوم بيقول لها ان ابو فليب ما بيحبهوش وشايف انه نصاب مع ان هو مش كده وهنا فليب بيعلم توم ازاي يمسك السكينة صح فتوم بيتدايق من طريقته معاه وبيتدايق اكتر لما فليب بيقول له سبنا لوحدنا وروح حركة دفل لاتجاه الشرقي واول ما توم بيطلع من الكبينة بيقفل فليب باب الكبينة لكن بيكون فيه جزء لسه مفتوح فبيتجسس توم عليهم منه واسعتها بيسمع مارجو هي بتقول لفليب ليه جبت توم معاك انت مش عايز تكون معايا لوحدك فبيقول لها فيليب لأ طبعا وعشان ما تزعليش هنزدله في اقرب مينا وهنكمل الرحلة لوحدنا وهنا توم بيبعد عن الكبينة وبيروح لدفة السفينة وبينحرف بيها لزاوية حد فكل اطباق الاكل بتقع على الارض ومركب الانقاذ اللي علياخت بتقع في البحر فبيطلع فيليب يتخانق مع توم وبيقول له انزل رجع المركب تاني بسرعة فبيقول له توم انت عارف ان بخاف من البحر لكن فيليب بيصامم على موقفه فبيضطر توم ان ينزل للمركب ويحاول يقربها من الياخت وساعتها فيليب بيربط الحبل المتصل بمركز الانقاذ في الياخت وبيبعد بالياخت فبيترجي توم ان يوقف الياخت علشان يقدر يرجع له مرة تانية لكن فيليب بياخد الموضوع بهزار وبيثبت سرعة الياخت وبينزل للكبينة وساعتها الحبل اللي رابط مركب الإنقاذ باليخت بيطقطع وتوم بيفضل ينادي على فليب لكنه ما بيسمعهوش وبيعد الوقت وتوم بتجيله ضربة شمس ولما فليب بيطلع من الكابينة بيتفاجئ إن الحبل اتقطع والقارب اختفى فبيلف باليخت مرة تانية وبيدور على القارب لحد ما بيلاقيه وساعتها هو ومارج بيرجعوا توم مرة تانية لليخت وبيدخلوا للكابينة ومارج بتعالج الحروق اللي في ظهره وبتطلب من فليب إنه يروح يجيب له لبس فبيروح فليب ينفذ لمارج طلبته منه ووقتها بيلاقي بين هدوم توم بيان بحسابه هو في البنك فبيتصدم لكنه مش بيبين حاجة وفي نفس الوقت مارج بتقول لتوم هنزلك في أقرب مينة لإننا هنكمل الرحلة لوحدنا وفي نفس اليوم بالليل بيصحى توم من النوم وبيفتح دولايب فليب وبيحط في جيب بدلة فليب فردة الحلق اللي وقعت من البند اللي قابلوها في روما وتاني يوم الصبح فليب بيشغل استوانة بصوت عالي وبيروح لتوم وبيقول له ايه اللي جاب بيان حسابي في البنك بين هدومك بتفكر مثلا انك تقتني وتزور قمدسي وتسرق حسابي في البنك فبيرد عليه توم ببرود وبيقول له جايز وهنا مارج بتنازي على فليب وبتطلب منه يقول لها رأيها في اللي كتبته فبيتعصب عليها وبيقول لها مش وقته دلوقتي فبتقول له انت ما بتحبنيش علشان كده مش مهتم انك تدعمني في شغلي فبيقول لها لا انا بحبك بس بقولك مش وقته فبتقول له لا انت ما بتحبنيش وبتوريره الحلق اللي لقيته في جيبه وبتقول له يعني انت بتخني وكمان مش مهتم بشغلي فبيقول لها انا معرفش حاجة عن الحلق ده وشغلك مايهمش حد غيرك وبياخد الورق اللي كتبته وبيطلع على سطح الياخت وبيرميه في البحر وساعتها مارج بتتصدم وبتعيط وبتقوله انا هنزل في المينة الجاية فبيحاول يصالحها لكنها بترفض وبتصمم على موقفها وفعلا بيوصلها للمينة وتوم بيديها شمطتها وبيرجع تاني لليخت وبعد شوية وقت بيقول فليب لتوم انا بحب مارج وهرجع لها تاني وبيطلع ساعة اسرية معاه وبنقوله هنلعب بوكر ولو كسبت هديك الساعة دي وعلى فكرة هي تساوي اكتر من 5000 دولار وهما بيلعبوا فليب بيقوله انت اللي حطيت فردة الحلقة في جيبي فبيقوله صح وساعتها بنشوف ان توم خب سكينة وفجأة بيطلعها وبيطعن بيها فليب فبيقع ميت وفي اللحظة دي توم بيشوف يخته قريب منه فبيبعد باليخت على قد ما يقدر وبعدها بيلف جثة توم ببطنية وبيلف المرساة حوالين الجثة وبيرميه في البحر لكن بسبب تقل المرساة هو كمان بيقع في البحر لكنه بيقدر يرجع مرة تانية لليخت وبيحرر المرساة فالجثة بتختص تحت المية وبعد كده توم بيرجع لتورمينة وبيروح لبيت مارج اللي اول ما بتشوفه بتسأله على فليب فبيقول لها مرجعش معايا فبتقوله هو مش عايز يشوفني وبتنهار فتوم بيوسيها فبتسأله هو رجع لروما ولما توم ما بيردش عليها بتقوله انا مش هجري وراه يعمل اللي هو عايزه وبتسيب توم وبتروح للقوضة التانية وبتفتح الدولاب وبتحط هدوم فليب في شنطة وبتقول لتوم بقيت هدومه في اليخت يريد توصله الشنطة دي فبيروح توم لليخت وبياخد باقي هدوم فليب وبياخد كمان الالة الكتبة بتاعته وفلوسه اللي في اليخت وفي الوقت ده مارجي بتستلم جواب مبعوط لفليب من البنك فبتروح لتوم اليخت وبتقوله فيليب استأمنك على اليخت مع ان عمره ما عمل كده مع حد وبتقوله ان البنك بعد جواب بيطالب فيه بسادات باقي واسات اليخت فبيقول لها توم انا هرجع لبريس قريب وبعدها بياخد شنطة وبيسافر وبينزل في فندق في تورمينة وبينتحل شخصية فليب وبيروح للبنك وبيقول للمدير انه عايز يبيع اليخت وعاوزهم يدفعونه مبلغ مؤدم فمدير البنك بيطلب منه يمضي على العقد فبياخد منه العقد وبيقوله هبعتهولك بالبريد وبيروح يشتري مونيتر وبيرجع بيه للفندق وهناك بيبدل صورة فليب اللي في جواز سفره بصورة ليه هو وبيقدر انه يزور ختم المطار على صورته اللي حطها في جواز السفر وعن طريق المونيتر بيعكس قمضة فليب اللي معاه على الحيطة وبيكبر حجم القمضة عن طريق عدسة في المونيتر وبيبتدي يقلد قمضة فليب لحد ما بيقدر انه يقلدها بالظبط وبعدها بيسافر لروما وبينزل في فندق كبير باسم فليب وبيطلب من موظف الاستقبال انه يحوله المكالمة اللي هتجيله على قطه وبعدها بيغير صوته وبيكلم مارجو بيقول لها انه فرومة وانهم مش لازم يتقابلوا مرة تانية فبتقوله انا عارف انك خنتني وعموما انا كمان خنتك مع توم وبتنهي معاه الاتصال فبيكتب لها رسالة على الالة الكتبة على انه فليب وقتاني يوم بيروح لها تورمينة واول ما بتشوفه بتسأله فليب جي معاك فبيقول لها لأ وبيديلها الجواب وبيقول لها انه من فالب فبتفتح الجواب وساعتها بتقوله ان فيه حاجة غريبة ايه اللي يخليه يكتب لي الجواب على الالة الكتبة وليه ماضي الجواب باسمه كامل وكأنه جواب رسمي فبيظهر عليه التوتر فبتقوله انا عارف انه لسه زعلان مني علشان كده بيعملني بشكل رسمي وبتطلب منه يروح معاها الحي القديم في نابولي علشان يتفسحه شوية فبيوافق وبيروحوا يعودوا على كفيه فبتقوله انها هتكتب جواب لفليب علشان يوصله له فبيقول لها انها هتمشى شوية لحد ما تخلصي الجواب وبيسيبها وبيروح للسوق وتاني يوم بيرجع لروما وبينزل في نفس الفندق واليوم اللي بعده بنشوف جودي الصديقة المشتركة لفليب ومارج وهي في نفس الفندق اللي توم نازل فيه باسم فليب وفي نفس الوقت اللي جودي بتكون فيه في الاستقبال بيجي اتصال لتوم ولانه منتحل شخصية فليب بينادوا عليه باسم فليب جرينيلف علشان يرد على المكالمة لانه بيكون بيفطر في مطعم الفندق ولما جودي بتسمع اسمه بتاتصل بمارج وبتبلغها ان فليب موجود في روما وبتقول لها على اسم الفندق وفي الوقت ده توم بيشوف جودي فبياخد حذره وما بيخليهاش تشوفه وبيرد على الاتصال اللي بيكون من الشخص المسؤول عن تنظيف وحراسة اليختة على المرسى فبيدي له توم عنوان الشقة الجديدة اللي اقجرها وبيقوله لو اي حد طلب يشتري اليخت ادي له عنوان الجديد واتاني يوم بيروح توم للشقة الجديدة واللي برضو بيكون اقجرها باسم فليب جرينيلف وجينا الخادمة المسؤولة عن نظافة شؤة المبنى بتعلق له الستير الجديدة وبتقوله لو احتجت اي حاجة بلغني فبيشكرها وفي نفس اليوم بنشوف توم هو بيكتب جواب لمارج باسم فليب على الالة الكتبة وبيقول لها في الجواب انها تنساه باعتها الباب بيخبط وبيتفاجئ توم لما بيشوف فريدي قصاده وفريدي بيسأله انت عايش هنا مع فليب فبيقوله ايوة فبيسأله توم انت عرفت العنوان ده ازاي فبيقوله ان عندي يخت في نفس المرسى اللي فيه يخت فليب وعرفت العنوان من حرس اليخوت وبيسأله فين فليب فبيقوله توم بيجيب حاجة وراجع فبيلاحص فريدي ان توم لابس هدوم فليب فبيقوله انت لسه بتستغله وبتلبس هدومه فبيقوله توم ان هدومه كلها في الغسيل علشان كده فليب سلفه من لابسه ولما فريدي بيشوف الجواب اللي توم كان بيكتبه المارج بيقوله هو متدايق انت كمان بتوم دي باسمه عموما انا ماشي وراجع له تاني ولما فريدي بيخرج من الشقة بيفضل توم واقف على السلم واسعادها جينا بتكون جابة الاكل فبيتنادي على توم باسم فليب وصاد فريدي فبيتعصف فريدي وبيقولها هاتي انا اللي هوصله الاكل وبيطلع تاني للشقة وبيكون توم واقف وراء الباب وهو ماسك في ايده تمثال خزف واول ما فريدي بيدخل للشقة بيدربه توم على راسه بالتمثال فبيقع على الارض ميت وبعدها توم بيبص من الشباك فبيشوف عربية فريدي اللي هو عرفها كويس وهي ركن عصف التاني فبياخد المفتاح من جاب فريدي وبينزل للشارع وبيسوق العربية وبيقربها من مدخل البيت وبالليل بيشيل جسد فريدي بصعوبة وبيوصل بي للعربية ولما بيمروا من جنبه اتنين بيعلي صوته بيكلم فريدي على انه صاحبه وبيقوله بلاش تتقل في الشرب تاني ولما بيمشوا بيركب العربية وبيتحرك بيها وبيروح يرمي جسد فريدي في مكان مهجور وبعدها بيبعد بالعربية عن المكان وبعد اسبوع بينزل شنطه قصاد باب المبنى وبيرجع ياخد الشنطة الفضلة وساعتها بيشوف البوليس عند مدخل البيت وبيسمع الزابط وهو بيسأل الخادم عليه فبيطلع بسرعة لسطح البيت ومن هناك بينط وبينزل في الشارع الخلفي وبيجري ناحية الشارع الرئيسي وبيركب تاكسي وبينطلع من السواق يوقف العربية ويجيب له شنطه اللي عند مدخل البيت فالسواق بيركن العربية وبينزل منها وبيعدي من جنب زباط الشرطة وبياخد الشنط وبيرجع بيها للتاكسي وبيتحرك بالعربية وبيروح توم للبنك وبيقلد قمضة فيلب وبيسحب كل حسابه من البنك وبعد كده بيتصل بالشقة اللي هرب منها وأول ما الزابط ريكاردي بيرفع السماعة بيقول له توم ازايك يا فيلب انا توم فبيقول له الزابط فيلب خرج ورجع بعد نص ساعة فبيقول له توم بلغوا ان ينازل في فندق براديسو ولما بيوصل توم لقطه في الفندق الزابط بيروح له على هناك وبيقول له فريدي مايلز مات فبيتظاهر توم انه تفاجئ بالخبر فبيسأله الزابط انت كنت تعرف فريدي فبيقول له توم ايوة لكننا مكناش صحاب فبيسأله وتعرف فيلب فبيقول له ايوة احنا صحاب فالزابط بيقول له اخر مرة شفت فيلب امتى فبيقول له توم من مدة لان هو فروما وانا كنت في رحلة زرت فيها نابولي واكتر من مكان تاني فبيقول له الزابط يا ريت ما تسافرش الفترة اللي جاية علشان هنحتاجك في التحقيق فبيقول له توم انا ماكنتش اعرف فريدي كويس مارج خطيبة فيلب هي اللي كانت تعرفه فبيقول له الزابط فيلب متهم باكل فريدي وبكرة هحتاجك علشان تتعرف على جسد فريدي والصبح بيكون توم مع جودي في المشرحة وبيقدروا انهم يتعرفوا على جسد فريدي وساعتها الزابط بيقول لهم ان فيش هو تشافه فيلب وهو مع فريدي قبل ما يختفي وبعدها جودي بتاخدهم وبيروحوا يتغدوا وبتكون فيه مرشدة للبوليس بترقبهم فبيتعمد توم انه يسمع للمرشدة كلامه مع مارج وهو بيقول لها انه عارف ان فيلب هيلكب قطر بكرة الصبح المتوجه لمدينة تورمينة والصبح توم بيكون لابس من لبس فيلب وبيروح لبيت مارج في تورمينة وبينم على السرير وبيسيب اعقاب السجاير في طفايا جنب السرير من نفس نوع السجاير اللي فيلب بيشربه وبيكتب جواب انتحار على الآلة الكتبة وبيوقعوا باسم فيلب وبيقول فيه انه هيسيب كل فلوسه للمرش والغريبة ان توم فعلا بيسيب للمرش كل فلوس فيلب اللي سحبها من البنك ولما مرش بترجع للبيت بيتلاقي ظابط مستنيها وبيدخل معاها للبيت وتوم بيشوفهم من الشباك فبيهرب قبل ما يطلعوا وبالليل الظابط ريكوردي بيروح لتوم في الفندق وبيقولوا انهم اتأكدوا ان فيلب هو اللي قتل فريدي بعدما البصمات اللي لقوها في عربية فريدي كانت متطبقة مع بصمات فيلب اللي رفعوها من شقاته وبيقولوا ان فيلب ساب رسالة انتحار وانه مش متأكد لو كان فعلا مات ولا لا فبيسأله توم اقدر سافر دلوقتي فبيقولوا ايوة تقدر وبعدها ريكوردي بيسيبه وبيمشي والتاني يوم توم بيروح لتورمينة وبيحاول يقابل مارج لكن جودي بتقوله انها من يوم عرفت ان فيلب انتحر مخرجتش من بيتها ولا بتسمح لحد يزورها لكن توم بيقدر يدخل للبيت واسعيتها بيلاقي مارج منهارة فبيوسيها وبيقول لها فيلب ما كانش بيحبك وانا اللي بحبك فما بتقاومش كتير وبعدها بيروح البحر مع بعض وفي نفس الوقت بيوصل ابو فيلب لبيت مارج ولما بيسأل الخادمة على مارج بتقوله انها في البحر وبعدها الخادمة بتروح لها هناك وبتبلغها ان ابو فيلب وصل فبتقول لتوم انها نسيت انه جاي علشان يبيع اليخت وبتطلب منه يقابلوا معاها لكنه بيرفضوا بيقول لها هستناكي في الكفيه اللي على البحر وبتروح مارج للمارسة مع ابو فيلب واسعيتها بيرفعوا اليخت وبيخرجوا من المية لكنهم بيتفاجئوا ان حبل المارسة لافف على مروحة اليخت وجسة فيلب بتكون لسه مربوطة في اليخت واول ما مارج بتشوفها بتصرخ وبعد لحظات بيروح الزابط لصحبة الكفيه وبيقول لها نادي على توم وبيكون الزابط مستنيه في الكفيه فبتروح تنادي على توم وهنا بنعرف ان خلاص توم هيتحبس بتهمة قتل صاحبه فيلب وكمان فريدي وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة